قال رئيسه وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن هناك اتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا لإحياء الإعلان الخاص بوقف النار أضاف ميقاتي خلال لقائه رئيس المجلس النواب نبيه بري أن أولويات الحكومة اللبنانية هي وقف العضوان الإسرائيلي الذي يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والقرحة وشدد ميقاتي على أنه يجب إلزام إسرائيل بوقف هجومها المدمر مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية عبرت عن الاستعداد لتطبيق القرار 1701 شرط التزام إسرائيل بكل بنوده